سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم لتأملنا لهذا اليوم نقرأ من إنجيل متى وصحاح الخامس والعدد الثامن الرب يسوع بيعلمنا عن نقاوة القلب طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله ما أكثر الآيات المذكورة في الكتاب المقدس اللي بتذكر أهمية القلب مثلا الرب يسوع المسيح قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أو القلب أغدأ من كل شيء وهو نجيس من يعرفه بيدل القلب دائما على أساس الإنسان ومركزيته فالقلب هو اللي بيكشف الداخل والخارج كل تصرفاتنا وتعاملاتنا وقراراتنا نبعها من القلب نقي القلب هو الشخص اللي قلبه مستقيم عادل غير منقسم وهذا النوع من البشر بيكونوا مؤمنين بالله الواحد ولا يقبلون بالشرك معه ومخلصه الوحيد هل تعرف أن تركيز الرب يسوع في كل خدمته على الأرض ولحد الآن هو أن يخلق فيك وفيك قلب نقي وطاهر منان تبدي عملية القداسة والنقاوة المسيح كان بتعامل مع رواح البشر مع طبيعتهم الداخلية الروحانية وقد سوى هذا بشكل أو بآخر بطرق مختلفة وكل التطويبات اللي ذكرها وهالتطويب بالذات أصاب الهدف تماما في قوله ليس الطوبة لمن كلامهم نقي أو لمن هم أنقياء في الفعل أو لمن هم أنقياء في الطقوس أو في الملبس أو الطعام لكنه يقول طوبة لأنقياء القلب يعطي الرب أنقياء القلب توكيدا أنهم سيعينون الله إن الإنسان النقي القلب هو الذي توجد عنده دوافع خالصة ونظيفة وأفكار مقدسة وضمير طاهر يمكن فهم عبارة سيعينون الله بها أدت مفاهيم أولا بيرى نقي القلب الله بواسطة الشركة والعلاقة اللي موجود بالروح القدس ثانيا ممكن يشوف الله بواسطة ظهور أو معجزات فائق الطبيعة أو ممكن يتجلى الرب إلهم في بعض الأحيان وبيشوفوا الرب فعلا ممكن أو أكيد ثالثا راح يشوفون الرب في المسيح يسوع في مجيئه الثاني أكيد رابع شيء وآخر شيء وأهم شيء همين إنه راح يشوفون الله في الأبدية هاليوم أنت محتاج أن يكون عندك قلب نقي على ما تقدر تشوف الله وآطي قلبك لالله هو اللي بينقي هو اللي بيغيره هو اللي بيظهر إليك ذاته والربي باركك اشتركوا في القناة